موسيقى الجزائر على خطى الانتخابات الرئاسية ترقب باتجاهين عشرية مناظرات المرشحين اولا في الشارع الرافض اصلا اي انتخابات قبل رحيل النخب السياسية من العهد السابق وثانيا في اوساط الناخبين والمراقبين لتبيان ما يمكن ان يقدمه المرشحون لاستمالة الناخبين الجزائريين فماذا يمكن للمرشحين تقديمه من خارج الدوامة الحالية لمناقشة هذا الموضوع ارحب بضيفينا معنا من الجزائر القيادية في حزب جيل جديد مريم سعيداني ومعنا ايضا الكاتب الصحفي احمد حفصي قبل بدء النقاش نتابع هذا التقرير عن المناظرة التلفزيونية بين المرشحين وسط استمرار الحراك الاحتجاجي الرافض للانتخابات على وقع استمرار حراك الشارع ومحاكمات رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة بتهم فساد تستعد الجزائر لمناظرة تلفزيونية بين المرشحين للرئاسة هي الاولى من نوعها في تاريخ البلاد وضعت سلطة الانتخابات موعدها وشروطها يجيب المرشحون للرئاسة على ثلاثة عشر سؤالا حددت سلطة الانتخابات المحاور التي ستدور حولها وهي جوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والسياسة الخارجية مساء الجمعة هو وقت المناظرة ويصادف الجمعة الثانية والاربعين من الحراك الاحتجاجي حراك بدأ أغلب ناشطيه يدعون إلى التصعيد مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة يوم الثاني عشر من الشهر الجاري بالتظاهر اليومي أو حتى بالدعوة إلى الإضراب الشامل رفضا للانتخابات وللمرشحين انتخابات تصر السلطة على إجرائها في موعدها وتعتبرها المخرج الدستوري الوحيد للأزمة بينما يتهم معارض الانتخابات السلطة الحالية بالسعي إلى استنساخ نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وإطفاء الشرعية على ذلك من خلال الانتخابات المقبلة فأغلب المرشحين للانتخابات تولوا مناصب رفعة داخل نظام بوتفليقة الحملة الانتخابية في الجزائر التي دخلت مرحلتها الأخيرة وصفت لحد الآن بأنها الأقل تأثيرا وسط الناخبين في تاريخ البلاد ويتهم البعض المرشحين بتقديم خطاب انتخابي ضعيف وغير مقنع للناخبين ورغم سابقة المناظرة التلفزيونية فإن الكثيرين يتوقعون عدم تغير المشهد كثيرا بعدها في ظل استمرار رفض الحراك للانتخابات نرحب الآن مرة أخرى بضيفين من الجزائر معنا القيادية في حزب جيل جديد مريم صعداني ومعنا أيضا الكاتب الصحفي أحمد حفصي مرحبا بكم أستاذة مريم مساء الخير دعيني أبدأ معك أولا خمسة مرشحين يستعدون للمناظرات غدا وبعد أسبوع الانتخابات ستجري كما حدد لها أحد هؤلاء سيكون الرئيس رئيس البلاد بعد فترة إلى أين تسير الأمور برأيك ما هي الخيارات المتاحة سواء لدى السلطة أو لدى الحراك في الشارع اليوم مساء الخير يعني الشعب الجزائري المسيس جدا يتابع المناظرات التي تحدث في العالم ويعرف السياسة كثيرا ولذلك كان متشوق أن تكون في الجزائر الديمقراطية مناظرة مثل المناظرة التي ستجري غدا ولكن علينا أن نرى كيف هو الواقع الجزائري اليوم وواقع الحملة الانتخابية الواجهة اليوم شارع جزء كبير منه يرفض الانتخابات وأجريت في ظروف جد قاسية على الأشخاص الذين أرادوا أن يذهبوا إلى الانتخابات الحملة الانتخابية كانت في ظروف مشددة ومع بوليس حفظ الشغب المترشحون لم يذهبوا إلى المواطن ولم يشرحوا له وجهات النظر كانت في قاعات مغلقة وتحت حرصة مشددة لهذا أقول أن الواجهة التي يراد منها أن تكون هناك ديمقراطية شيء ولكن الحقيقة شيء والحقيقة أن الديمقراطية هي ممارسة وليست صورة تسوق في الإعلام للخارج أن هناك ديمقراطية في الجزائر اليوم على صناع القرار على أن عليهم أن يتعقلوا ويعرفوا أن حقيقة الشارع ليس ما هو في وسائل الإعلام الموجهة التي تظهر الرأي ولا تظهر الرأي الآخر وهي حقيقة مرة يعيشها الجزائري الذي لا يريد أن يذهب إلى الانتخابات ويرى نفسه في معضلة كبيرة جدا طيب أستاذ أحمد مساء الخير مرحبا بك معنا أيضا في هذا النقاش ما رأيك الأستاذ مريم مساء الأنوار لك ولكل مشاهدي سكاينيوس الأستاذ مريم تقول جزء كبير من الشعب يرفض وعبر عن رفضه بشكل واضح لهذه الانتخابات السلطة تدفع باتجاهها واضح أنها مصرة على إجراء هذه الانتخابات في موعدها حملة انتخابية باهتة لا نشاط انتخابي يذكر كما أشارت الأستاذ مريم المحاضرات كان الإقبال عليها ضعيفا وفي غرف مغلقة وسائل الإعلام موجهة وبالتالي الأجواء الانتخابية لم تكن صحية جدا كيف نتوقع أن تسير هذه العملية قبل ذلك دعني أقول لك سيدي الكريم ولكل مشاهدي هذه القناة المحترمة أن من يدعو إلى التغيير ومن يطالب بالديمقراطية ومن يدعو إلى احترام حرية التعبير لابد هو الأول أن يقتنع بمبادئ أو بقواعد اللعبة الديمقراطية الجزائر مقبلة على استحقاق انتخابي بعد حراك شعبي عظيم أطاحها بنظام بوتفليقة نحن الآن على موعد مع محاكمات تاريخية لرموز النظام السابق الجزائر قبل 22 فيفري 2019 ليست هي جزائر اليوم لابد من احترام طواعد اللعبة الديمقراطية لأن من تبنى سياسة الكرسي الشاغر ورفض كل دعوة الحوار واكتفى بأن يحول الحراك الشعبي إلى جوالات سياحية دون أن يترجم في الواقع إلى حركة سياسية أو إلى قوة في الميدان تصنع الفارق لا أحد منع الحراك الشعبي ولا أحد منع كل من كان له رغبة في الترشع وخوض غمر رئاسيات من التقدم لهذا السباق لم نسمع أن الحراك الشعبي قدم مرشحا وجمع له التوقعات وسلطة الأمر الواقع قامت بمنعه أو بإقصائه من يتشدق بحرية التعبير لابد أن لا يمارس ديكتاتورية الشارع لأن ما يحدث الآن في الجزائر هي ديكتاتورية الشارع لأن المترشحين الذين ينزلون إلى الولايات ينزلون يقابلون بالسب بالشتم يقابلون أيضا بكل العبارات القذف والسب والشتم والتخوين ليست هذه قواعد اللعبة الديمقراطية من تبنى سياسة الكرسي شاغر لا يتباكى اليوم الجزائر على موعد مع استحقاق رئاسي الانتخابات الرئاسية في ظل الوضع الراهن هي المخرج الأقل ضررا وتكلفة للبلاد لأن الواقع يقول أن الجزائريين لا يمكن لأحد أن ينصب نفسه وصيا عليهم توجد سناديق الاقتراع إذا الشعب ذهب إلى سناديق الاقتراع فهو قرار حر وسيد ومن يقاطع فهو موقف لكن نحن نرفض مصادرة الإرادة الشعبية من يتغنى بالديمقراطية وهو يمنع الجزائريين من الذهاب إلى سناديق الاقتراع هل هذه هي الديمقراطية؟ نعم ولكن أستاذ أحمد أنت تحدثت عن قواعد اللعبة الديمقراطية وعدت هذا التعبير أكثر من مرة التي لابد أن تحترم لابد أن تحترم بالتأكيد ولكن أنا تخيلت لفترة وجيزة كأنك تتحدث عن سويسرا الجزائر كما تعلم جيدا التقاليد الديمقراطية فيها ليست مسألة موجودة وراسخة ويتم التعامل معها بهذا الشكل الوضع في الجزائر وضع مختلف دعنا نسمع من الأستاذة مريم إلى رد يا سيد الكريم أظن أن الجزائر لا 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 اسمح لي أجيبك على هذه النقطة أنت أثرت نقطة تتعلق بالجزائر الجزائر لها تقاليد هذا الشعب عظيم لا لا أنا لا أتحدث عن الشعب الجزائري ولا عن تاريخ الجزائر أتحدث عن الوضع السياسي ثم التعددية الحزبية يا سيد الكريم حتى لا نعطي الدروس خلي العالم العربي من المحيط إلى الخليج يعرف حقيقة الوضع في الجزائر الجزائر تحصي اليوم أكثر من 75 تشكيلة سياسية جزائر تحصي أكثر من 70 وسيلة إعلامية في السمع البصري أكثر من 20 قناة تلفزيونية نحن لسنا سويسرا لكن نتطلع إلى أن نكون سويسرا لابد للمشاهد العربي يسألني رجاء لا سمعتل لك أن نعطي مجال للأستاذ مريم أن نظام الحكم في الجزائر سقط دون عراق الدم جزائري واحد دون عراق الدم جزائري واحد نحن نعطي دروس للشعوب العربية تماما تماما هذا الشيء مقدم والشعوب العربية تقدر جيدا ما يجري في الجزائر ولا قطرة دم لا بد أن تصلطون الضوء على هذه النقطة ولا نقطة دم وريقك في هذه الزعب حراك سمي وحضاري وراقي مئة بالمئة أنا معك على طول الخط أستاذ مريم ما رأيك أولا من يريد التغيير عليه أن يقبل باللعبة الديمقراطية هذا ما يقول الأستاذ أحمد لا يمكن رفض العملية الديمقراطية وممارسة ديكتاتورية الشارع وبعدين التعبير عن الاستياء بهذا الشكل يعني الديمقراطية والسياسية هي ممارسة وليست أدبيات ويلجب بوضع لها البيئة التي تنشأ فيها نفس الخطاب الذي كان وقت بوتفليقة كان يقول للناس رحوا الانتخابات فالصندوق آمن ولكن اليوم نرى أنه مات الملك عاش الملك هذا نفس الأشخاص لم يكنوا يتبوه بإسم بوتفليقة ويقولوا فخامة اليوم يتجرؤون على الناس اللي كانوا يعني معارضين لبوتفليقة وقالوا نقاطع لكسر يعني هذه الحلقة المفرغة للتزوير ونريد بناء ديمقراطية جديدة اليوم علينا أن نكون واقعيين وعلينا أن نذهب إلى المشكل من جذوره ليس هناك ديمقراطية في الحقيقة ممارسة اليوم عندما انتفض الشعب قال نريد تغيير دهنيات اليوم نرى أنه مازالت الشخصيات تدور بين الأفلان والأرندي الحراك لم يقدم لم يقدم يعني ممثل أو ممثلين لأن الحراك ليس حزب سياسي الحراك هو يعني مختلف التوجهات والحراك لم يرفض الانتخابات كمبدأ الحراك رافض الانتخابات في ظل الأجواء الحالية يريد ضمانات حقيقية لا يجب مغالطة الناس فالجزائر متعطش للسياسة ويريد أن يمارسها ولكن يريد أن يكسر هذه الحلقة المفرغة التي لم يخرج من دوامتها منذ استقلت الجزائر نريد بناء ديمقراطية حقيقية تكون الانتخابات يوم الثاني عشر في ديسمبر أو لم تكن في الثاني عشر من ديسمبر النظال مستمر ومن كانوا يناظلون قبل سيناظلون بعد لأن النظال ليس مدة حراك أو مدة عشر سنوات فهو طويل والتغيير لن تكون فواكه ستكون الأجيال القادمة طيب أستاذ أحمد ما رأيك الحراك لا يرفض الانتخابات من حيث المبدأ ولكن يرفض إجراء الانتخابات في ظل السلطة القائمة هناك شعاران مطروحان بحسب ما أتابع أنا في الشارع الجزائر اليوم ما كانش انتخابات مع الإصابات وعذرني على لهجة الجزائرية الضعيفة والشعار الآخر يقول دولة مدنية ماشية عسكرية يعني دولة مدنية وليس عسكرية هذه هي الشعارات المطروحة اليوم بالشارع الحراك لا يرفض الانتخابات من حيث المبدأ يرفض إجراء الانتخابات في ظل السلطة القائمة حاليا ما رأيك في ذلك أولا شعار مدنية وليس عسكرية هو كمن يعزمك على فنجان قهوة يضع السم في العسل هذا هو شعار مدنية وليس عسكرية سيد الكريم والمشاهد العربي يدرك أن المؤسسة العسكرية الجزائرية ملأت الفراغ المؤسسة العسكرية الجزائرية كسلطة أمر واقع حاليا لماذا؟ لأن البلد كان للأسف الشديد ضحية تحالف عصابات على ظهر هذا الشعب المؤسسة العسكرية ملأت الفراغ لماذا؟ لأن الأحزاب السياسية في الجزائر سواء من المولاد أو من المعارضة كانت عبارة عن دكاكين سياسية لوجود لها في الميدان وحتى الشعب الذي انطفض يوم 22 فيفلي لفظ الجميع الجميع مارس سياسة الكرسي الشاغر هل تعلم لماذا سيد الكريم؟ لأنهم كانوا يريدون الوصول إلى قصر المرادية وها أنا أكررها مرة أخرى كانوا يريدون الوصول إلى قصر المرادية على ظهر دبابة كانوا يريدون ذهاب بوتفليقة وعصابته والإتيان بعصابة أخرى على ظهر الدبابة الجيش قال لا للمرحلة الانتقالية انتهى أهد مصادرة الإرادة الشعبية تحت مسميات براقة مجلس تأسيسي وهيئة رئاسية انتقالية من يعين هؤلاء؟ من فوضهم؟ من هي السلطة التي تؤين هذه الأسماء؟ هل نذهب إلى الحراك أكثر من مليون كل جمعة وعدد المحافظات في الجزائر 48 والآن 58 وغيرها؟ ونذهب ونزكي في كل ولاية وفي كل محافظة وفي كل بلدية؟ لا قواعد الديمقراطية تقول أن المدى السبعة وثمئة من الدستور أنت تقول أن كان هناك مجموعات تريد الوصول إلى قصر المرادية على ظهور الدبابات أنت اعترفت قبل قليل الحراك سلمي ولم ترق نقطة دم واحدة في الشارع من الذي كان يملك الدبابات؟ لا يا سيدي الكريم في ثقافتنا الجزائرية هنا منذ إقرار التعددية الحزبية ومنذ الاستقلال الكل يعلم أن الغرف المظلمة وأن الصالونات المغلقة هي من كانت تصنع الرؤساء من جاء ببوتفليقة أليس راعي الفساد الأول لهو الجنيرال توفيق؟ من جاء ببوتفليقة وعصابته من رافق هذا المصار طيلة حكم بوتفليقة؟ أين كانت جهاز الاستعلامات والأمن الذي هو السلطة مضادة لمراقبة حجم الفساد المستشري في كل الوزارات والقطاعات؟ من هو راعي الفساد في الجزائر؟ من جاء ببوتفليقة إلى سدة الحكم؟ كل المرشحين اليوم أستاذ أحمد كل المرشحين للرئاسيات هي وجوه من المنظومة وخدمة نظام بوتفليقة ما رأيك في ذلك؟ سأجيبك سأجيبك لكن قبل ذلك لابد أن أوضح للرأي العام العربي على وجه الخصوص أن من يناصب العداء من يناصب العداء اليوم للمؤسسة العسكرية هم أول من كانوا يستجدون الجايد صالح للإنقلاب على بوتفليقة وتنصيبهم في هيئة رئاسية انتقالية هم نفسهم وجهاً بوجه حزباً بحزب يوجد اليوتيوب توجد مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء موثق هؤلاء انقلبوا على الجيش لأن الجيش لم يعطيهم الحكم بكل بساطة كانوا ينتظرون أن الجيش ستكون له العقدة من حكم العسكر بعد تجارب في عدد من دول عربية سيضع واجهة مدنية على المقاص انتهى عهد المراحل الانتقالية في الجزائر يفسرون المدى السبعة وثمانية من الدستور على مقاصهم على مزاجهم المدى السبعة وثمانية سيدي الكريم تفسيرها إعادة سيادة للشعب عبر سناديق الاختراع طرحت لي سؤال حول المترشعين الخمس نعم هم من رموز نظام بوتفليقة السابق هل الحراك قدم اسم وجمع له التوقيعات وتم إقصائه هل وجه من خارج الحراك كانت له الجرعة والمنافسة لكل قصته من هؤلاء المترشيحين نعم أحدهم يقول أنا ضحية العصابة أحدهم خدم نظام بوتفليقة لكن عندما نتحدث بهذا المنطق هل يمكن أن نعود بأثر رجعي من 1999 وكل من سند بوتفليقة لو نطبق هذه القاعدة لن يبقى أحد في طبقة سياسية طيب لو نطبق هذه القاعدة 1999 إلى اليوم لن يبقى أحد هؤلاء 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 بالمؤسسة العسكرية ودورها الأستاذ أحمد يقول المؤسسة العسكرية ملأت الفراغ هي التي أنقذت البلاد في هذه الفترة العصيبة المسألة الأخرى طيب يعني لا يوجد مرشحين من الحراك هؤلاء هم المرشحون الذين طرحوا أنفسهم لهذه الانتخابات لماذا لم يطرح الحراك أي مرشحين في هذه المرحلة وبالتالي يعني لا تريدون انتخابات ولا تريدون غيركم أن يكون مشارك في هذه الانتخابات يعني أرجو أن حقي في هذا اللقاء فيما يخص المؤسسة العسكرية أما فيما يخص المؤسسة العسكرية أطمئن يعني المشاهدين على أنه أبدا الحراك لا يريد مواجهة مع المؤسسة العسكرية أبدا الحراك لا ينتقد المؤسسة العسكرية الحراك منذ البداية قال الجيش الشعب خاوة خاوة ونحن نعرف طبيعة العلاقة وطبيعة الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في بناء الدولة الجزائرية هذا من جهة من جهة أخرى يعني أجبت فيما يخص الحراك لما لم يختر شخص من أجل الذهاب إلى المنافسة الانتخابية أظن أن هذا لن أعيد فيه لأنه محسوم لا أحد يعقدنا في هذا المجال قلنا أن البيئة السياسية اليوم غير موجودة من أجل أن يكون هناك منافسة انتخابية أما فيما يخص الناس التي كانت ضد النظام وكانت تستنجد بالمؤسسة العسكرية نظن أن الكل يعلم أن سيكون لها دور في المرحلة القادمة وفي إدارة الحوار إن وجد اليوم لا أحد ليس هناك إجماع على أن الأغلب يريد يعني مجلس تأسيسي لهذا علينا أن نطمئن الناس فهذا طرح لفئة قليلة في المجتمع ولكن ليس هذا الطلب الذي كان موجود في الحراك اليوم الناس كانت هناك ديناميكيات خاصة بعد سقوط لكن المرحلة الانتقالية كانت هناك ديناميكيات كثيرة في المجتمع السياسي نعم طرحت مسألة المرحلة الانتقالية والمرحلة الانتقالية ليست بالضرورة الذهاب إلى مجلس تأسيسي يعني هناك شيطنة لإسم المرحلة الانتقالية الناس عندما أرادوا فترة من أجل طمعنة الشارع من أجل تهدئة الشارع هذه الفترة سميت فترة انتقالية وهو يعني في الحقيقة عقد اجتماعي هذا العقد يتفق عليه يتفق بين أطراف المجتمع السياسي وبين صناع القرار أيضا يعني في عملية تحورية حقيقية كيف ستكون انتخابات رئاسية هذا الذي كان المطلوب وليس الذهاب بالضرورة إلى مجلس تأسيسي وإخافة الناس من هذا يتفق الناس على يعني قواعد يتفق عليها الجامعة من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسية قبل ذلك كان على صناع القرار تهدئة الشارع وإطلاق صراح يعني سجناء الرأي وأنا أطمئن أيضا وأقول أن الحراك ليس موجود فقط في الجزائر العاصمة وليس فقط في الجمعة والثلاثة الحراك موجود في الوطن بكافته يعني في أعماق أعماقه الناس كين الذين لا يريدون الوضع الراهن لا يريدون الأمر الواقع يريدون تغيير الواقع ويعني الذكاء الجماعي للجزائريين هو الذي ينطق اليوم ربما الإنسان إذا كان متحجر في ذهنه وليس له تفتح أو بدائل عن الأمر الواقعي ولكن الإنسان منذ أن كان يعيش كفرض في المجتمع يعني اجتمع ويعني بادر بأشياء حتى وصل إلى الشكل الذي عليه اليوم واليوم نحن في ديناميكية من أجل إيجاد قواعد لعبة جديدة يتفق عليها الجميع طيب أستاذ أحمد داني أعرض بسرعة بعض المواقف التي صدرت عن مسؤولين في السلطة بين قوسين وزير الداخلية الجزائري صراح الدين دحمون يتحدث عن الحراك ويصفه كالتالي الوزير يقول بالحرف الواحد اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار هو فكر استعماري ما زال حيا لدى البعض يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونا ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحدا واحدا هم ليسوا مننا ونحن لسنا منهم هذا وزير الداخلية الجزائري يدلي بهذه التصريحات ويصف الحراك بهذا الشكل أليست هذه بلطجة سياسية تنمر سياسي شيطنة لهذا الحراك أعتقد أعتقد سيدي الكريم وكل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية أن هذا التصريح مجانب للحقيقة وزير الداخلية الجزائري لم يتحدث إطلاقا عن الحراك الشعبي ويوجد بيان موقع باسم وزير الداخلية الجزائري قال فيه بالحرف الواحد أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قامت بتحريف هذا التصريح التصريح موجود وأنا شخصيا قمت بمشاهدة المقطع كاملا ومثل ما ورد في بيان وزارة الداخلية هو يقصد واقع في الجزائر أنه بيننا نحن الجزائريين يوجد طابور خامس بيننا نحن الجزائريين يوجد من استجد بالبرلمان الأوروبي ومن طالب الناتو ومن طالب بمجلس الأمن بالتدخل هو كان يقصد الأسماء التي تعد على صابع اليد الواحدة والتي للأسف أصبحت لعبة في يد دوائر استخباراتية أجنبية وفق أجندات كل الجزائريين يعلمونها الحراك بريء من أي وصف مثل ما قال الوزير الداخلية رغم أن وزير الداخلية وأنا إعلامي أقول أن العبارات قد خانته لم يكن لبقا فقط لكن المغزى من الحديث أنه أول اعتراف رسمي بوجود طابور خامس في الجزائر يخدم مصالح أجنبية تحدث تحدث عن طابور خامس ولكن أيضا قال يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ ومثليين إلى آخره يعني هو أشار إلى بعض الأولاد الكثير فهمها هل وجدت في البيان أو في التصريح سيدي هل وجدت في البيان أو في التصريح أي إشارة للحراك شابي لم يذكر كلمة حراك ولكن قال يستعمل بعض الأولاد يعني إذن هذه قراءتك طيب لا لا في الإعلام وفي السياسة لا يوجد إفهمها كما شئت يوجد تصريح واضح هو لم يذكر مصطلح الحراك الشعب أنت فهمت مسألة الأولاد بأنها الطابور الخامس خلينا نسمع من الأستاذة مريم رأيها في هذا التصريح ما رأيك أستاذة مريم يعني تصريح أثار الكثير من الجدل في اليومين الماضيين نعم وهو تصريح مسجل وليس مكتوب يعني يمكن أن تكون هناك قراءات غير مقصودة يعني الصورة والصوت واضحين ومهما كانت التأويلات حتى لو كان بعض الناس المقصودين فهذا عذر أقبح من ذنب لأنه هو وزير داخلية ووزير كل الجزائرين وأن يقوم بنعوت مثل التي تفوه بها فهو شخص فاقد للثقافة السياسية وثقافة الدولة ومهما تكون الخصوم السياسية ودرجة يعني ودرجة يعني مصلحة التي يريدها لنفسه ما كان عليه أن يتفوه بهذا فهو وصمة عار بالنسبة لوزير داخلية في الجزائر ولو كان هناك بعض الأشخاص كما يقال قاموا بأشياء ضد القانون فكان عليهم تطبيق القانون هو ذهب إلى أبعد ذلك بوصفهم بأشباه الجزائريين يعني هنا ينزع عنهم الجنسية أو جزائريتهم وهذا شيء خطير من وزير داخلية وهو وزارة حساسة وهو وزير كل الجزائريين يعني هذا لكي أقول لك في كل هذا السياق التي تعيشه الجزائر أن هذه الأشخاص لم يتحلوا بروح المسؤولية يريدون الذهاب بكل وسائل إلى انتخابات رئاسية ولا يقومون بأدنى مجهود من أجل طمأنة الناس وقيمهم بأشياء تؤدي بالناس الالتفاف على مشروع الذي يريدون تمريره بالقوة وهذا يعني يؤدي بعزيمة الناس بإكمال نظالهم وإكمال مسيرة الحراك إلى آخر المطاف ولكن دائما بكل سلمية لأنها المناعة الوحيدة التي نمتلكها طيب أستاذ أحمد أيضا مسؤول آخر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يقول أن المسيرات المؤيدة لتنظيم الرئاسيات أكبر بكثير من نظيراتها المعارضة وأنه من خلال مشاهدة المسيرات في مختلف الولايات تبين أن فئات الشعب التي تساند الانتخابات هي أكبر بكثير من التي ترفضها طيب ما علاقة للإدلاء بمثل هذا الموقف يعني هو رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هل من المفترض أن يدلي بآراء من هذا النوع كيف يقيم أن هناك تظاهرات وجموع تخرج مؤيدة للانتخابات أكبر بكثير من تلك التي تعارض ما علاقة بهذا الموضوع أظن أنه بصراحة أنه هذه تعد أول سقطة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأنه العهد الجديد الذي نريد نحن براغماتيين في الطرح من أخطأ نقول له أخطأت ومن أسأ نقول له أسأت ومن أحسن نقول له أحسنت نحن نريد مصلحة بلدنا لكن واجب التحفظ ضروري في مثل هذه المنعرجات التي تمر بها البلاد الجميع يتطلع إلى أن تكون السلطة المستقلة هي الضامن الرئيس وليس قبعة الجيش لنزاهة وشفافية الموعد الانتخابي أظن أن رئيس السلطة المستقلة استدرج بسؤال مفخخ وأجاب بهذه الطريقة لكن أنا أجيب بطريقة أخرى الأغلبية الصامتة في الجزائر لم تعبر عن رأيها ولم تنزل إلى الشارع وما يحدث الآن في الشارع الجزائري من استفاف بين معسكرين معسكر مؤيد للمصاري الانتخابي وآخر رافض ممثل في الحرك الشعبي أظن أننا لم نصل بعد في الجزائر إلى مستوى يمكن من خلاله قياس الأعداد التي تنزل إلى الشوارع يوميا أعتقد أن الأغلبية الصامتة للأسف لازالت تلتزم بيوتها مترددة لم تحسم في خياراتها وهي تتابع كمن يتابع تطورات المشهد في الجزائر بالمقابل المسيرات الأخيرة المساندة لخيار الانتخابات وللمؤسسة العسكرية بصراحة العبارة لا يوجد تكافع بين من خرج منذ 22 فيفري واليوم لذلك أنا أعتبر أنها سقطة لأن الشارع سيعبر عن توجهاته عن خياراته في صناديق الاقتراع أنا شخصيا ضد الاستفاف وعسكرة الشارع بين جميع الأطراف لأنه للأسف أنا أريد أن أثير نقطة مهمة يراد عزل منطقة معينة في الجزائر من المصار الانتخابي عبر تصريحات راديكالية لمن نصب نفسه وصيا على الحراك يراد تحييد هذه المنطقة يراد إدخال الجزائر فئتون فوضى مصطنعة فوضى خلاقة وأنا أحيي هنا حزب جيل جديد طلعت له مقال في صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية اليوم قال أنه جيلالي سفيان قال أنه الوحدة الوطنية خط أحمر لأنه لا يمكن أن نسمح مهما اختلفنا في وجهات النظر أن تمسى اللحمة الوطنية بين الجزائريين هذا هو الانتصار الأكبر للجزائر يذهب الأشخاص لكن الجزائر ستبقى طيب أستاذ مريم ماذا عن مسألة الأغلبية الصامتة التي أشار لها الأستاذ أحمد وسنعناها يعني من أكثر من جهة في الفترة الأخيرة أن هناك أغلبية صامتة لم تعبر عن رأيها في هذا الموضوع رئيس الأركان ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول بما معناه أنه من يؤيد الانتخابات أكثر ممن يعارض هذه الانتخابات هل بالفعل هناك أغلبية صامتة قد تشكل مفاجأة في يوم الانتخابات وأنا رأيها ربما تشارك بشكل أو بآخر في عملية الاقتراب أولا فيما يخص يعني شرفي لم تكن أول سقطة لأنه أول ما تم تنصيب اللجنة التي رأسها قال هذا التنصيب يعني هو إجابة لكل المشككين في أنه يمكن أن يحدث شيء مثل هذا واليوم ثاني قام بهذه التصريحات حول عدم التكافؤ والكفة لأكبر يعني الأعداد من الذين يريدون الانتخابات وهي لجنة تقنية ما كان عليه التدخل في مثل هذه الأشياء أما فيما يخص الأغلبية الصامتة أنه في غياب يعني مؤسسات صبر الآراء في الجزائر لا يمكن الحديث عن أو يعني أن نعطي توجه للأغلبية الصامتة ولكن الشيء الذي يمكن أن نتكلم عليه وهي الأجواء التي نعيش وها نحن كمواطنين في بيئتنا هناك تخوف كبير للمواطنين من الانتخابات والناس الذين ينزلون إلى الحراكة مقارنة بالتظاهرات الإصطناعية التي تخرج من أجل التأييد وهي تقوم بها منظمات عمالية يعني يؤتى بالناس من العمال في حافلات لهذا هي إصطناعية لا يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار ولكن الناس التي تنزل إلى الشارع يوم الخميس أو يوم الثلاثة أو في المساء فهم يخرجون بصورة تلقائية من تلقاء نفسهم وعن قناعة لهذا اليوم أقول أن الكفة لا يمكن هناك لا ليس هناك مجال للمقارنة والأغلبية الصامتة ربما صناع الرأي وهم الحراكيون هم هم الذين يجلبون من جهتهم هذه الأغلبية الصامتة طيب لدينا بعض الوقت متبقي على هذا الحوار أستاذ أحمد وأستاذ مريم سأوجه سؤال لكما إذا سمحتوا لي يعني الآن البعض يقول أستاذ أحمد بأن الانتخابات ستجرى سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد بغض النظر عن الشرعية الشعبية التي سيحصل عليها ولكن سيتمكن من ربما اتخاذ بعض القرارات التي البعض في السلطة يعتقد بأنها ستفتت هذا الحراك ستنهي أو تضعف هذا الحراك في الشارع وبصدد هذا السيناريو نعم أنا أعتقد بل متأكد بل أجزم بأن الجزائر سيكون لها رئيس جديد للبلاد في حدود ساعة التاسعة والعاشرة ليلا من يوم 12 ديسمبر 2019 بإذن الله لأن المصار الانتخابي قاطرته قد انطلقت والجزائر مجبرة بل ملزم على اختيار رئيس جديد أقول لك لماذا مهما كانت هوية الرئيس القادم ومهما كانت شرعية الرئيس القادم نريد رئيس ولو منقص الشرعية لأن في كل ديمقراطية العالم لا يوجد رئيس انتخب عليه مئة بالمئة من شعبه نريد رئيس ولو منقص الشرعية رئيس مدني يعيد قبعة الجيش إلى الثكنة رئيس مدني من أجل تعديل دستوري يتماشى مع تطلعات الحراك الشعبي وتجسيد كل مطالبه في الحرية في الصحافة في حرية إنشاء الأحزاب في حرية العدالة في استقلالية ونزاهة القضاء كل مطالب الحراك تجسد في دستور جامع توافقي للجزائريين وأدعو بالمناسبة شباب الحراك أدعو من لا يزال في ساحات وميادين الجزائر عليهم تنظيم أنفسهم وهيكلت أنفسهم من أجل الاستعداد لخوض غمار انتخابات تشريعية مبكرة لماذا؟ انتخابات تشريعية مسبقة يعني الحراك هو من يسيطر على البرلمان يصبح الحراك قادر على صناعة الوزراء وصناعة الوزير الأول ومحاسبة أي وزير وإسقاط أي حكومة هذا هو الحراك الذي نريد نريد حراك يترجم في الواقع كفانة شعرات كفانة دماغوجية أستاذ أحمد فقط حرصا على الوقت إذا سمحت أعذرني على المقاطعة في عنا دقيقة واحدة متبقية أستاذ مريم ما رأيك؟ نريد رئيس مدني ولو بشرعية منقوصة تعديلات دستورية تلبي مطالب أو بعض أنا لا أجزم بشيء أن يكون هناك رئيس في الثاني عشر من ديسمبر لأن كان هناك جزم بأن بوتفليقة سيكون رئيس لعهدى الخامسة ولكن الثاني والعشرين من فبري هو في سنة 2019 وليس في 1990 أو ما إلى ذلك أن تكون هناك انتخابات يوم الثاني عشر من ديسمبر أو لا تكون يعني الاحتمالين قائمين إلى حد الساعة ولكن مع رئيس منقوس الشرعية أو مع فترة يتفق عليها الجميع العمل السياسي ما زال مفتوح والحركيين عليهم أن يتنظموا من أجل أن يكون لهم إسهامات في المرحلة القادمة مهما كانت يعني لهذا أقول نحن لسنا مربوطين بالثاني عشر من ديسمبر ولو أننا سنواصل الضغط لكي لا تكون هذه الانتخابات والذهاب إلى مرحلة يتفق عليها الجميع شكرا جزيلا لك يا الأستاذة مريم سعداني القيادية في حزب جيل جديد كانت معنا من الجزائر وأشكر ضيفنا من هناك أيضا الكاتب الصحفي أحمد حفصي شكرا جزيلا لكم